طيب من الحاجات برضو المهمة النهاردة اللي محتاجين نوضحها لان هي ممكن تسير كثير من الجدل وهي مساحة شائكة لانه ممكن يدخل لك برضو معلومات مش مصبوطة اللي هو قانون التأمين الصحي الجديد النهاردة كان في مؤتمر صحفي ضم وزير الصحة ووزير التموين واتكلم كمان نائب وزير المالية اسف واتكلم كمان نائب وزير المالية دكتور احمد عماد ودكتور عمر الجرحي ونائب وزير المالية دكتور محمد معيد الحقيقة قالوا كلام مهم جدا وخليني ايه الخص لحضراتكو اهم المعلومات اللي قالوها النهاردة في المؤتمر وبعدين نتناقش مع بعض خلينا حتى نقراها نعطها لحضراتكو على الشاشة انه هيتم البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل عقب ست شهور من نشره في الجريد الرسمي تمام اول حاجة البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل عقب ستة اشهر من نشره في الجريد الرسمي المجلس النواب وافق هينشر بعد ست شهور هيبدأ هيبدأ العمل دي طيب وبعدين بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل 30 يونيو بتكلفة 9 مليارات جنيه مرحلة اول معنى كده انه خلاص لا هينشر خلال ايام يبقى دول الست شهور وتكلفة المرحلة الاولى ليه التأمين الصحي 9 مليار جنيه طيب تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل سيكون على ستة مراحل وسيتم البدء في خمس محافظات اولهم برسعي اقول لحضراتكم المعلومات ببساطة عشان اللي هو انت ايه قانون التأمين الصحي قانون التأمين الصحي قانون التأمين الصحي هو ايه وازاي وهيتنفس فين وامتى ده اللي بنقوله لحضراتكم فهيتنفس على ست مراحل وهيبدأوا فيه خمس محافظات اولهم برسعي في النظام ده هيتم توزيع الاسر على الوحدات بالاسم وبالطبيب يعني انت لو موجود مثلا تأمين الصحي بتاعك فيه مستشفى فلانية او فيه واحدة صحية فلانية فانت هتبقى اسمك موجود والدكتور اللي بيتابع كمان اسمك موجود عنده وانت عارف بتروح لمين وبتروح فين طيب هيبقى فيه ملف طبي لكل افراد الاسر يعني وده مهم جد يعني انتوا عارفين ايهنا الوقتي والله لما ناس بتتعب بتعالج نفسها بنفسها ولا تبقى عارف تاريخك الطبي ايه ولا تاريخك الصحي ايه ولا مفروض تاخد ايه وما تاخدش ايه فهيبقى فيه ملف طبي لكل افراد الاسر مع امكانية التحويل لطبيب اخر في اي وقت طيب هتدخل ازاي النظام يعني ده نظام انت كمواطن هتدخله ازاي هتدخل منظومة التأمين الصحي من خلال الرقم القومي وبصمة الاسر فيه بصمة بتاعة صبعة وربنا يسأل ممكن يبقى فيه بصمة بعد كده بصمة عين يعني لكن من خلال الرقم القومي وبصمة الاسر طيب هيتم تحصيل كافة الاشتراكات لانه النظام ده باشتراك يعني نظام التأمين الصحي هنا باشتراك سيتم تحصيل كافة الاشتراكات المقررة في القانون من كل أهالي بورسعيد لأنه دي المرحلة الأولى هم ضمن ست محافظات هي أحدهم من أهالي بورسعيد الذين سيكونون مشتركين بشكل إلزامي هنا القانون هيخلي كل الناس مشتركة بشكل إلزامي تكلفة علاج الفرد في أول مرحلة لتطبيق قانون التامين الصحي هتوصل لألف وربعمائة جنيه وهتكون بحلول الدولة هتتمنى دي الفلوس يعني دي الألفة دي هنا الدولة ليها دور وانت هتدفع اشتراك فالفلوس اللي حضرتك هتدفعها تكلفة دي في السنة هتبقى ألف وربعمائة جنيه ويكون بحلول عام الفين اتنين وتلاتين تكلفة علاج الفرد في العام الواحد خمس تلاف وخمسمائة جنيه تمام كده احنا بنتكلم على إيه على الدولة الدولة هتتكلف إيه طيب أي مواطن احنا بنتكلم في المرحلة لأول أي مواطن بورسعيدي بقى هيتعرض لأي طارق وهو متواجد في أي محافظة يعني هو بورسعيد وبعدين لقدر الله حصل له حاجة وهو في القاهرة أو في الجيزة أو في الأليوبية أو في إنا في أي محافظة أخرى عليه أن يتوجه إلى أي مستشفى وهيئة التأمين الصحي ستقوم بدفع فاتورة علاج ومزيل مستشفيات يعني مش فكرة إيه أنت مواطن بورسعيدي فتروح مستشفيات تأمين الصحي اللي في بورسعيد لا لو حصل لك أي حاجة في أي حتة في الجمهورية فهي محافظة تروح وهيئة التأمين الصحي هي اللي تقوم بدفع الفاتورة طيب 75% من مستشفيات بورسعيد ومنها مستشفيات الرمض للأورام ومستشفى بورسعيد العام والزهور والنساء والولادة وبورفؤاد والمبرة كل المستشفيات دي 75% المستشفيات دي ستكون جاهزة يوم 30 يونيو المقبل لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشام طيب في حاجة تاني فيه أن الدولة متكفلة بعلاج غير القادرين وستكون هناك لجنة سيتم تشكلها لتحديد من هم غير القادرين يعني آه أنا هتكفل بعلاج غير القادرين مين هم سيدنا غير القادرين لا هيبقى فيه لجنة تقول مين هو الشخص غير القادر الذي يستحق التأمين الصحي معلومة مهمة جدا برضو فيه قانون التأمين الصحي أنه علاجك هيبقى ليه سقف لكن الأمراض المزمنة والأورام يعني مرضى الأورام ومرضى الأمراض المزمنة ستكون معفية من القيود وستمول جميعها من الدول آخر حاجة أنه عندنا وضع سيناريوهات حتى عام 2032 لضمان تمويل القانون والاستدامة المالية له دي أهم دي أهم معلومة معلومة مهمة جدا أعايز بس أكد عشان الفهم أنه على المعلومة اللي موجودة قدام حضراته أنه أنه في المرحلة الأولى تكلفة علاج الفرد هتبقى 1400 جنيه هو هيدفع 1400 جنيه سنوية يعني ده ده اللي أنت الاشتراك اللي أنت هتدفعه بحلول 2032 تكلفة علاج الفرد في العام الواحد هتبقى 5500 جنيه بشكل واضح جدا شكرا